طبيعة الحال من بركات الحكومة الجديدة أو ما يحسب للحكومة الجديدة بقيادة السيد مصطفى المدبولي إنها الحمد لله خلاصت المواطن من تخفيف الأحمال وإن كان ده لا يعد إنجاز لإن في الأصل المفروض المواطن ينعم بهذه الخدمة اللي عطع الكهرباء هي الحكومة واللي رجعت الكهرباء على استحياء هي الحكومة واللي اعتبر إن عودة الحق الأصحاب وإنجاز هي الحكومة وإعلام الحكومة وإن كنا ما زلنا في بعض المحافظات بتعاني من تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لكن الحمد لله أفضل من الأول بكتير على رأي المواطن إحنا كنا فين وبقينا فين بدل ما كانت بتقطع ست ساعات دلوقتي بتقطع ساعة بدل ما كانت بتقطع مرتين في اليوم لا دلوقتي بتقطع مرة واحدة بدل ما كانت بتقطع في عموم الجمهورية النهاردة بتقطع في بعض المحافظات لكن في حاجة غريبة مبارح قالها الدكتور مدبولي في مؤتمر صحفي والعودة للحديث عن قطع الكهرباء يعني شخصيا مش لاقي مبرر لهذا الكلام أمس على لسان مصطفى مدبولي هو اللي قال لو لم يكن أو لو لو لم تكن هناك سرق للكهرباء لكان من الممكن ألا تلجأ الدولة لتخفيف الأحمال اللي هو سبب تخفيف الأحمال النهاردة بعد أكتر من عام على هذا القرار اللي خاده مدبولي وحكمته سرقة الكهرباء بعيدا عن إن وزارة الكهرباء أو هيئة الكهرباء هي الهيئة الوحيدة اللي لها جناح شرطي خاص هي شرطة الكهرباء واللي تعتبر من أقوى وأشرص الأجنحة الشرطية اللي موجودة في البلد لكن الكلام ده جديد يا دكتور مصطفى لما تعدد كده وكله على لسان نفس الرقل أول يوم في بداية قطع الكهرباء طلع مصطفى مدبولي قال لنا قطع الكهرباء ده بسبب الموجة الحرة خلص الصيف واستمرت قطع الكهرباء طلع أيضا الدكتور مصطفى مدبولي قال لنا لا ده بسبب الشبكة رغم إن الشبكة بتاعتنا مصروف عليها أكتر من 40 مليار وتستوعب أضعاف الأحمال اللي موجودة خلص الشتاء ومحلوش المشكلة طلع مصطفى مدبولي قال لنا لا ده بسبب زيادة عدد الضيوف واللاجئين اللي موجودين في البلد دوروا تاني على حجة قال لك ده بسبب الغاز وضعف الدولة أو ضعف الانتاج من حقل زهر رجع تاني قال لك ده بسبب مشكلة حصلت في أحد الحقول في أحد دول الجوار البعض يتحدث عن إيقاف الغاز من قبل الكيان الصهيوني أو دولة الاحتلال كل دي مبررات سبع أو تمن مبررات وكلهم قالهم الدكتور مدبولي في معرض حديثه عن سبب قطع الكهربة النهاردة بقى بعد كل الكلام ده وكل الحجج والمبررات والشماعات اللي المواطن خد منها لحد ما جات له طخمة طالع يقولك لا دي سرقة الكهربة هي السبب طب حضرتك اتشافت النهاردة ان سرقة الكهربة هي السبب طب حضرتك بتكلمني عن سرقة الكهربة ما فيش شوية كلام عن الاصور اللي بتنور ليه النهار دي بدون لا فواتير ولا حاسب ولا رقيب طب حضرتك شايف ان المواطن سرق الكهربة ما شفتش ان فيه رصيف بينور دلوقتي موجود في العاصمة الادارية الجديدة ولا شفت اللمبات اللي ولعة في الشارع طول النهار وطول الليل بدون رقابة او بدون صيانة وايه الشعب بيسرق الكهربة هو من امتى الشعب المصري بيسرق الكهربة فين طلع لي كده حد في الشعب المصري بيسرق الكهربة ده حضراتكو بتدونا تصريح عشان دخل كهربة وتصريح عشان دخل مية وشرطة الكهربة شغالة بتلف طول النهار في العزب والنجوع المحاصلين مش شغالين هم مخبرين على المواطن عشان يبلغوا عن اي حادس سرق كهربة واللي بيتمسك بيتعملوا قضية واثنين وتلاتة واربعة ومن امتى المواطن اللي وصل سلك عشان خاطر لحد ما يخلص الاجراءات هو السبب ولهو التصريح ده طالع عشان يتوافق مع الصورة اللي طلعت مبارح للسيد وزير الكهربة اللي قال لك واقف في الطبور عشان ياخد قال ايه يتعاقد على عقد او عداد للكهربة وحنا يا اخوانا هيفضل لحد امتى نضحك على بعض هو من امتى الوزير بيقف في الطبور سيادة الوزير اللي راكن قدام شركة الكهربة خمس عربيات عربيات الحراسة والتأمين وداخل ساعاته بسبع تمن حراس منهم العساكر ومنهم الامن الوطني وداخل بطاقم تصوير تلات اربع صحفيين وراكن العربية المرسيدس بتاعته اللي بتمون على حساب الدولة وقال لك قال ايه سيادة واقف في الطبور عشان يقدم على عداد كهربة في نفس الوقت استفى مدبولي بيقولك دي سرقة الكهربة هي السبب المشهد اللي ترسم مبارح ده ما حسسني بقى لا حسسني ان حل مشكلة الكهربة كان مجرد حلول وقتية مسكنات حاجة كده عشان نحتافل بالحكومة الجديدة ونقولهم كتر الف خركو حكومة المعجزات وعدت فاوفت واعتقت شخصيا من خلال الايام اللي جاية هنرجع تاني لتخفيف الاحمال طالما السرقة هي السبب تعال بقى يا مواطن بلغ على صاحبك بلغ على جارك شوف بقى نفتش في بعض لان المواطن هو السبب كل المصايب اللي في الدولة بتلف تلف 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 تيجي فوق دماغ المواطن سد النهضة المواطن هو السبب فيه زيادة الاسعار المواطن السبب الديون المتلتلة اللي بقينا مديونين لسابع جيل المواطن هو السبب حتى قطع الكهربا وتخفيف الاحمال دلوقتي وزير رئيس الحكومة بيقولك انت السبب في قطع الكهربا وتخفيف الاحمال عندنا كده سبع اسباب او سبع مبررات وحجج طلع بيهم مصطفى مدبولي خلال سنة واحدة شوف بقى الفترة اللي جاية ربما يكون مثلا مثلا يعني البركان اللي انفجر الشهر اللي فات في واحدة من القرات المتجمدة مش عارف ايه هي السبب في قطع الكهربا عن المواطن المصري اللي قاعد في سهاج وقصيوت والبحيرة والشرقية والغرضية اختشوا على دموكوا يعني احترموا احترموا شوية المواطن يعني خلي حتى يعني يقولك ان الكذب المساوي افضل مش عارف من السدق المنعكش يعني لما تيجي تقول سبب كده قول سبب مقرح ولما تكذب كده يعني اثبت على مبدأك عشان اصدقك لكن كل يوم حجة وكل يوم مايس تقولي تنامي اللي موجود او اللي هيحصل فاعر البحر المتوسط هو السبب في قطع الكهربا